مجموعات خبراء التقنية نحن نحتاج بعض الأحيان أن ننقل بعض المقاطع من داخل الآيفون ولكن نريد التسجيل يكون داخلي بمعنى أنه المايك داخلي الجودة تطلع كاملة صوت الناطق لا يظهر أصواتنا أيضا لا تظهر طيب هذا كله عن طريق ميزة ربما يعرفها الكثير ولكن وجب التنبيه عليها وبعض الأمور التي تخفى يمكن على البعض وهي ميزة تسجيل الشاشة تسجيل الشاشة ميزة رائعة جدا نستطيع من خلالها تسجيل صوت وفيديو لما نحتاج المقطع الصوتي فيما بعد نحول هذا الفيديو إلى صوت لا نستبق الأحداث هذه الميزة موجودة من iOS 11 يعني من التحديث أو الإصدار 11 كيف نضيفها أولا؟ ندخل على مركز التحكم أولا الإعدادات ثم مركز التحكم ثم ننطلق إلى تخصيص عناصر التحكم ونبحث عن نبحث عن تسجيل الشاشة نضغط على ليه؟ طيب جميل الآن أصبح عندنا تسجيل الشاشة كيف نسجل الشاشة؟ طبعا هذا يفيدنا في عدة أمور أولا لما نبغى نحول مثلا رسالة صوتية في الواتس أب إلى فيديو عن طريق تسجيل الشاشة لما نبغى نسجل مقطع مهم من اليوتيوب مقطع طويل نسجله في اليوتيوب أثناء التصفح بدون ما نحمل المقطع مثلا بث مباشر في إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي تطبيق للإذاعات نبغى نسجل برنامج معين أي شيء يخطر على بالنا باستثناء طبعا المكالمات حابين أن نسجله نذهب إلى مركز التحكم ثم نختار تسجيل الشاشة في حال رغبنا في التقاط هذا الصوت بجودته الأصلية طبعا لما نبغى نسجل الشاشة مع الفويس أوفر مع كلامنا يعني هذا يتنفع أيضا لعمل الشروحات فنقوم بتفعيل المايك ولما نبغى فقط نسجل الشاشة أو نسجل نفس المقطع أو نفس مصدر الصوت يبقى المايك قيد الإقاف الآن نأخذ مثال بسيط طيب ننطلق مثلا نشغل الواي فاي طيب الآن الواي فاي شغال ندخل مثلا على الواتس أب ونختار مثلا مقطع طبعا الآن هذا مثلا مقطع هنا مشرف المجموعة وحدهم مشرف المجموعة يستطيعون ونشغل هذا المقطع حلاص ونروح نروح نطلع فوق بإصبع عند شريط الحالة ونطلع ثلاث أصابع إلى مركز التحكم ونختار تسجيل الشاشة طيب لما نضغط عليه أقطع الثانية من عناصر التحكم خلاص تسجيل سيبقى تسجيل الشاشة بدء التسجيل زر لما نضغط بدء التسجيل رح يبدأ التسجيل المايك روفون متوقف المايك إيقاف في حالة تشغلنا المايك صوتنا رح يطلع صوت الناطق صوت كل ما هو حولنا بالإضافة طبعا إلى أصوات المقاطع في حال خلينا المايك زي ما هو إيقاف فقط نعمل كأننا ننسخ المقطع نسخن طبعا أول ما نضغط على بدء التسجيل بدء التسجيل رح نسمع صوت وبعدين يبدأ التسجيل يلا نبدأ بسم الله بدء التسجيل الآن المايك روفون إيقاف التسجيل إيقاف التسجيل طيب تم لمختيار مصباحا يدوي ونروح طبعا الآن التسجيل شغل بس ما في صوت رسالة الصوت حمد السلام عليكم ورحمة الله تم لمختيار تسجيل نحاول الآن نجاوب على الأسئلة حق التمرين طبعا الآن صوتنا ما رح يطلع في التسجيل خلص تم لمختيار تسجيل الشاشة المنزل زرت تم لمختيار تسجيل الشاشة مصباحا يدو تم لمختيار ننهي التسجيل الشاشة الآن تسجيل الشاشة الآن تم حفظ في� sedan تسجيل الشاشة طبعا نجينا إشعار لما ننهي التسجيل من نفس المكان أن التسجيل حفظ خفظ أسور حفظ في ألبوم الكاميرا في الصور طبعا بداية التسجيل ما رح يظهر شيء ما رح يظهر صوت لأني أنا يمكن قاعدت خمس ثواني على بال ما شغلت المقطع فبعدين لما نعمل منتاج نقص هذا المقطع من نفس البوم الكاميرا نضغط على تحرير وأنا شرحتها بالتفصيل إن شاء الله رح أحط لكم في الوصف أو أيضا نحول هذا الفيديو إلى صوت وبعدين مثلا نرسل على إحدى برامج المنتاج مثل مثلا جبار ونعمله قص من هناك ما في مشكلة الوضع بسيط إن شاء الله البحث فيديو 27 ثانية العاشرة واربع وثلاثة في تحرير مشاركة المفحق حدث منتقي صوت تشغيل الفيديو تشغيل الفيديو سبعة واظهار التفاصيل الآن رح يبدأ طبعا هذا الفاصل على بال ما طلعت من مركز التحكم وشغلت الرسالة الصوتية نحاول الحين نجاوب على الأسئلة حقة التمرين اللي أرسلناه بالأمس طبعا رح نقرأ الأسئلة أول شيء بعدين نسمع المقطع ونحاول نترجم المقطع في نفس الوقت ممتاز بالشكل هذا نستطيع تسجيل الشاشة أنا اخترت نموذج من الواجدار ممتاز طيب هذا الكلام ينطبق على أي مكان ندخل عليه برنامج بث مباشر أيضا حتى اليوتيوب حتى اليوتيوب لما ندخل مثلا على قناة قناة تلفزيونية مثلا في يوتيوب ممتاز طيب نتموشغل لكن نفس الشيء قبل ما نبدأ ونركز على موضوع تسجيل الشاشة نجهز المقطع الصوتي وبعدين ندخل على مركز التحكم نفعل تسجيل الشاشة وبعدين ندخل على القناة أو على المقطع في اليوتيوب ولما ننتهي ونرجع لمركز التحكم ونضغط على نفس المكان تم الاختيار تسجيل الشاشة راح مباشرة يحفظ لنا هذا التسجيل في البوم الكاميرا مباشرة هذه نستخدمها حتى لما نبغى نحول مقطع رسالة صوتية إلى MP3 وما في برامج عندنا نفس الشيء سجل الشاشة ونحول المقطع الفيديو ونحول من فيديو إلى صوت بأي برنامج طيب في برنامج هنا عندي اشوفه مهم من الحقيقة هذا البرنامج يقوم بتحويل الفيديو إلى الصوت طيب نعطيه السماح نضغط على سيرج البحث اختيار من ألبو الصوت نختار فيديو الأخير 27 ثانية هذا هو طبعا بعد ما نعمله قص الأفضل نعمله قص لكن على كل حال نعمله تحديد من هنا ما في مشكلة راح يقوم هذا هو المقطع اشتغل وعندنا هنا ثلاثة عشر علامة ستة وعشرين علامة أربعين علامة بالمئة نحاول الحين طيب هذا برنامج جدا موسيد في حال نمو نحن في البرنامج هنا عندنا مو الخيارات نستطيع نشاركه في أي مكان من هنا على الواتس أب وغيره أو حتى نرسل الجبار ومن جبار نقص المقطع الصوتي يعني في جبار في خدمة اسماء قص وتعديل على المقاطع يمكن أسهل من حركة البوم الكاميرا أو خلاص تم الحثم طيب إن شاء الله أكون وفقت في هذا الشرح ويكون الشرح وافي وكافي من قبل شوي الواي فاي شغاله لا حصل الشبكة للأسف طيب على كل حال الموضوع بسيط أنا والله أعتذر على الانقطاع في الشروحات قاعد أسجل لبرنامج في رمضان إن شاء الله عن سير لمكفوفون رحلوا عنه يعني من مشاهير المكفوفون ومن عظمائهم إن شاء الله انتظروا على قناتي الشخصية على اليوتيوب في رمضان والله يعطيكم العافية ويحفظكم وموفقين يا رب في أمان الله